جيل صوتي يفتي بتكفير إيقاون أي الفنانين في موريتانيا يغضب الوسط الفني ويخرجه إلى الشارع وقفات منحن لآخر أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة بالقبض على صاحب التسجيل وإنصاف الفنانين مما يصفونه بالظلم والغبنة قضية عادت متينة به اللي عادت فيها تحفظ من الصلع ليهم وعادت فيها نوع من التهكم فيهم وجعلهم نوع من تهيئة الساحة لنبذهم ورفضهم شريحة قاون أي الموسيقيين الموريتانيين تريد أن تردى الدولة عنها هذا الظلم الذي ألم بهذه الشريحة من طرف مجهول وهو التكفير فؤدي فنان شاب يقول إنه عانى من التهمش والحرمان من المشاركة في الانشطة الفنية المحلية والدولية بسبب مواقفه المعارضة وغانيه التي تخاطب قضايا المهمشين موسيقى بسبب الانتماء لهذه الشريحة كذلك بسبب مواقف السياسية مع نظام السابق معارضته وموالاته للمعارضة تم إقصائي من قد وزارة ثقافة المهرجانات الدولية والمحلية يشكو بعض الفنانين أيضا من إقصائهم من الوظائف الحكومية واستغلالهم فقط في الحفلات والسهرات وتنشيط الحملات الانتخابية لكن مختصين اجتماعيين يقولون إن ظهور هذه الأصوات يعود إلى انتشار وسائل التواصل ولا يعكس العلاقة بين إقاون والمجتمع الموريتاني الذين هم جزء منه مكون إقاون هو مكون اجتماعي مهم يتفق الجميع على احترامه وتقديره الجديد في الأمر أن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت للجميع أن يسمع صوته فنانون اتهموا لإمام مفتي الجمهورية بالتهرب من أداء صلاة الجنازة على فنانين كبار توفوا مؤخرا لكن الإمام نفى صحة ذلك وأفتى بأن من كفر مؤمنا فهو أقرب منه إلى الكفر مطالبة الفنانين بإنصافهم لقيت تجاوبا واسعا في الشارع الموريتاني وإن كان هناك من يخشون من تسيس المطالبات بالحقوق في إطار فئوي أو شرائحي محمد فضل الحرة نوكشط معنا من وكشط النائب البرلماني محمد بوي والد الشيخ أهلا بك أستاذ محمد في البداية تتساءل من أين تأتي مثل هذه الفتاوى هل تم تحديد مصدرها؟ شكرا أشكر قناة الحرة على هذه السانحة أهلا بادي هذه بدء باسمي الشعب الموريتاني وباسمي كنائب في البرلمان وقدم اعتذارا مفتوحا لطبقتنا المهمة طبقة الفنانين الموريتانيين عما بدر من تسجيل منسوب لمجهول يكفر فيه هذه الطبقة وهو أمر خارج عن الشرع وعما نقل لعلمهم من تحفظ بعض الأئمة في موقف خاطئ جدا بالامتناع إن صح عن الصلاة على أحد الفنانين وهذا لا يستحق نهو منا لنفهم هذا الموضوع سيدي الفن الموريتاني يمتاز بأنه لم يتسم يوما بدعوة لا لفجور ولا لفسوق ولا لرذيلة بل كان رواية للتاريخ القديم لهذه البلد في شكل الحان وموسيقى وأناشيد وأغاني خلدت الأيام الخالدة في تاريخ هذا الشعب فروتها في شكل أشعار وأناشيد وألحان لذلك فإن الفن الموريتاني يمتاز بهذه الأصالة وبهذه الرزانة فتكفيره وتكفير أصحابه هو أمر مردود ومنكر من القول وزور والامتناع عن الصلاة على أحدهم إن صح أمر أيضا مردود وغير مقبول ولا ينبغي لصاحبه أن يحتل منبرا للخطبة ولا أن يتقدم صفوفا للصلاة بعد ذلك فالفنانون هم شعب من شعوب هذه البلاد يكونون جزءا من لوحة الفسيفساء الجميلة التي يتكون منها الشعب الموريتاني من زواياه ذوي الخالفية العلمية ومن بني حسان والعرب ذوي الخالفية السلاحية والخالفية القتالية ومن صناعه التقليديين ذوي الخالفية المهنية والحرفية ومن زنوجه السكان الأرض الأصليين الذين هم أهل رأي وحراثة وصيد وهذا هو المجتمع الموريتاني سيد محمد فقط كهيئة تشريعية هل تنون التحرك لوقف مثل هذه التحرشات بالفنانين مثل هذه الدعوات قد تجر وراء أعمال العنف قد تستهدف هؤلاء الفنانين صحيح القانون الموريتاني فيه قانون يسمى قانون الكراهية يجرم مثل هذه الأعمال خاصة أن هذا العمل من أحد جوانبه وهو التسجيل الصوتي المجهول يقع ضمن الجريمة السبرانية التي يجب على أجهزة الدولة المتعددة التحري والبحث للوصول إلى صاحب هذا التسجيل وإلحاقه بالعدالة وتطبيق القانون عليه وأما الامتناع عن الصلاة عليهما فمن امتنع عن ذلك فعليه أن ينظر إلى جبهة النعمة من تشويخ وهي تداعب آردينها وعلى وجهها آذار السجود من كثرة صلاتها وأن ينظر إلى مواعض الشيخ صيد الحمد البكاي والعوة في تسجيلاته وهو يداعب تيد نيته كما عليه أن ينظر إلى أغاني سدوم الليد والخليفة والليد وهما يحكيان مدائح المصطفى صلى الله عليه وسلم للبرع والبصير وأن ينظر إلى جدية ومكانة غناء الفنان المعلومة من تلمي الداح وهي تبث أغانيها السياسية والفكرية والثورية الفن ليس جريمة والفنانون هم طبقة هامة من هذا المجتمع لا يجب الامتناء عن الصلاة عليهما وإن صح ذلك فيجب أيضا أن يكون محل تحقيق وأن يرد الاعتبار لهذه الشريحة على هذه المواقف الظالمة الطبقية التي لا مكان لها في المجتمع الموريتاني مجرمة قانونا بقانون الكراهية متابعة دوليا بقانون الجرائم السبرانية لذلك يجب متابعة هذا ونحن أنا وحضرت الوقفة التي أقيمت أمام القصر الرئاسي تضامنا مع هذه الشريحة التي اعتدنا في المجتمع الموريتاني على تكريمها وعلى الإحسان إليها وعلى جعلها في مقدمة المجالس وفي أحسن الظروب لكن ألا تظن اليوم أن ربما تحركهم هذا يأتي كنتيجة ربما لرفع الوضع العام لرفع الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الفنان الموريتاني اليوم المجتمع فنانون الموريتانيون المعروفون بإيقاون عرفوا بالصبر حتى ضربت أمزلة على صبرهم إذا أنك إذا أسأت إلى أحدهم حكى أنك أحسنت عليه من كثرة صبرهم وتجلدهم وتحملهم للمشاكل العامة لذلك هم لم يتحركوا اعتباطا ولم يتحركوا ابتداءا وإنما كان تحركهم ردة فعل على فعل جرمي تمثل في تكفيرهم من طرف مجهور نطالب السلطات بالبحث عنه والقبض عليه وعلى شائعة بامتناع من يصلي على الناس في مسجد ابن عباس بامتناعه عن الصلاة على مفقود ومرحوم من مرحومنا كلنا لذلك هم تحركهم ليس لا يتعلق بأمور أخرى وإنما يتعلق بكرامتهم وبقيمتهم في المجتمع وبمكانتهم كطبقة موريتانية مواطنة من الدرجة الأولى ليس لدينا في موريتانيا مواطنون من الدرجة الثانية الفنانون الموريتانيون يا سيدي المجتمع إيقاون ليسوا فنانين كلهم ففيهم موظفون سامون مهندسون مدرأة تنفيذيون في شركات الاتصالات فيهم محامون زعيم الهمدفال فيهم نواب برلمانيون نائب الشيخ المعلوم من الميداح كانت في البرلمان الموريتاني هذا ليس مجتمعا يمتهن مهنة واحدة وإن كانت مهنة الفن في موريتانيا في الغالب مهنة وراذية قبل ذورات الاتصال هذه التي أشهدوها الآن تناقلت الأجيال من وسط إيقاون مهنة الفن ولكنهم تناقلوها بحسن فكانت تعبر عن مكارم الأخلاق وتمجد الفضيلة وتبعد عن الرذيلة ويمدحون مكارم الأخلاق ويذكرون الخالدين هل هذا يعني أستاذ محمد فقط ربما في شؤال أخير عام نقيصة نعم أستاذ محمد في شؤال عام ربما ألا تسلط هذه الدعوة الغريبة ربما الضوء على مشاكل التكفير وأيضا هذه الدعوات المتطرفة داخل المجتمع الموريتاني قد تكون من أطراف مجهولة صحيح لدينا في المجتمع الموريتاني صحيح هي من طرف مجهول لكن الفكرة معلومة وإن كان قائلها مجهول وهي فكرة غلو وتطرف ظهرت في المجتمع الموريتاني بطرفيه ظهر متطرفون في مجال الإلحاد والحروج من الدين فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبة ذات الإلهية وسب القرآن الكريم وأنكر وكذب والدولة لم تتحرك في هذا المجال بما يكفي مما ولد موجة متطرفة في الطرف الآخر صارت تكفر من ليس كافرا ولا يجوز أن يكفر المسلم أخاه وهي ردة فعل أيضا على الدولة أن تتدخل حين ينفع التدخل ما زالت الفرصة قائمة لتقوم الدولة بدورها لكبح جماح المتطرفين في مجال الإلحاد والمخلين بالدين والمنتهكين لحرماته حتى لا يظهر متطرفون يتعلنون بغياب دور الدولة وعدم قيامها بواجبها حناية للدين فتا يظهر الغلو والتطرف نعم أخيرا نعم أخيرا سيدي أخيرا باختصار شديد لو سمحت لأن الوقت أتفضل أود أن أؤكد فقط على إدانتنا باختصار أود أن أؤكد على إدانتنا كسياسيين كبرلمانيين كمجتمع على التكفير الذي وجه لهذه الشريحة النهامة والنبيلة من المجتمع على إدانتنا للامتنا عن الصلاة على أحدهم صح ذلك شكرا جزيلا وعلى مقالبتنا للدولة مطل المقاطع على الوقت نعم شكرا جزيلا نائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ كنت معنا من واكش شكرا جزيلا ونعتذي مرة أخرى